كلما ظهر معطن جديد لانفجار بيروت وضع ميليشيا حزب الله في صدارة قائمة المتورطين بما لا يدع مجالا للشك بمسؤوليتها عن هذه الجريمة المروعة آخر خيوط الجريمة تمسك بها صحيفة ديرشبيغ الألمانية من خلال تحقيق أجرته بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ويؤكد التقرير أن المالكة الحقيقية للسفينة التي كانت تحمل نترات الأمونيوم على صلة ببنك تابع لميليشيا حزب الله التقرير أوضح أن مالكة سفينة رسوس التي رصت قبالة مرفأ بيروت عام 2013 بحالة يرثى لها لم يكن الروسي إغوري شوشكين وإنما رجل الأعمال القبرصي شارلان بوس مانولي الذي أظهرت التحقيقات أنه على علاقة مع بنك يستخدمه حزب الله وفي تفاصيل التحقيق فإن مانولي بذل قصار جهده من أجل إخفاء ملكيته للسفينة عبر ترتيبات أجرتها إحدى شركاته من أجل تسجيلها في مولدوفا في حين صدقت شركة أخرى في جورجي على صلاحية سفينة الشحن المتهالكة للإبحار وفي النهاية استأجر المواطن الروسي ريشوشكين السفينة عبر شركته المسجلة في جزر مارشال سفينة روسوس كانت متجهة من جورجيا إلى موزنبيق لكنها توقفت بشكل مفاجئ في بيروت ولم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الأمر المثير للشبهات وعند التحري تبين أن مالكة السفينة حصل على قرض عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من بنك FBMA التنزاني وهذا البنك متهم بعمليات غسيل أموال لميليشي حزب الله وعلى علاقة مع شركة سورية عاملت كواجهة للنظام السوري كما يعرف عن هذا البنك أنه يضغط على متخلفين بدفع القروض لتقديم خدمات لعملائه كميليشي حزب الله الأمر الذي يبين أن ميليشي حزب الله استولت على حمولة سفينة روسوس مقابل الديون المترتبة على صاحب السفينة من أجل استخدامها لأغراض حربية ترجمة نانسي قنقر